في أجواء روحية ممزوجة بالفرح والإيمان ترأس غبطة البطريارك بيرباتيسيا بات سبالة بطريارك القدسي للاتين القداسة الاحتفالية الذي أقيم في كنيسة الرعي الصالح بعمان بمناسبة منح الرسامة الكهنوتية للشماسين الإنجيلين مايكل الذين من رعية الحبل بلا دنس في الحصن ويزن بدر من رعية ماريلياس في الوهادنة وقد شارك في القداس عدد من البطاركة والمطارنة والأباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجمع كبير من المؤمنين وفي عضته أوصل بطريارك بات سبالة الشماسين على التحلي بالمحبة والتواضع في مسيرة الكهنوت وأن تكون حياة الكاهن مكرسة لخدمة الشعب وليس لذاته متمنيا غبطته للشماسين خدمة كهنوتية مفعمة بالنجاح وختم الاحتفال بتقديم التهان للكاهنين الجدد وسط تصفيق وزغاريد الحضور أولاً ما تنتظر أن تتمطع في خدمتك الكهنوتية نجاحك الكهنوتي هو ليس مرتبط بأديش انت بتكيف وانت خوري لا يمكنك تقديم الناس التي تستطيع تجمع في الكنيسة لأن الكثير من الكهنين حقاً مرتبطة هذا النجاح حتى لا يعتمد على كم واحد تستطيع الجمع في الكنيسة لأنه في بعض الكنيس التي تستطيع فاضية لذلك لا يقام بالنسبة للعدد الموضوع لا يرجع للعدد الموضوع لا يرجع للعدد الناس الوحيد من حولك إذا لم تكن لدينا الناس الوحيد من حولك تشعر أن شيئاً مرتبطة بالطبع، شيئاً مرتبطة أو بالطبع التي تستطيع أو حتى كم تجيب مصاري في لمة الأحد بالطبع التي تستطيع أو بالجدران التي تستطيع تستطيع هذا هو السيك من كل الأساقف والبشوبي كل الكاهنة وكل الأساقف أيضاً بيعوا بهذا الفخ عندما تذهب إلى الناس الوحيد الأول ما يقول يجب أن نفتح الباب لتأخذ الباب لتصبح الباب أو لتوصل رعيها و لتحكي هنا قد نفتح الباب و هنا الشباك و هذا يجب أن نضبط إلى آخر أو يجب أن نغيير الزي أو يجب أن نغير اللباس الكهنتي كل هذه الأساقف بالطبع ولكنهم ليسوا الأساقف لتلك المنزلات فقط من قلب الخدمتك الكهنوتي لكن فقط من الأساقف لك فقط محبتك الشعب هذا هو محبة لا تحصى لأن المحبة الحقيقية لا تحصى خدمتك الكهنوتية ما رح تكون دايما إشي مقدر مش دايما الناس رح ترجع لك وتحكي لك شكرا ومش دايما الاشي اللي انت تعتبره الشراعة انت سويته في الرعية غيرك رح يقدره بنفس الطريقة تتذكر نص انجيل اليوم حتى لو حسيت حالك انه في هذا خانك عليك ان ترد بالمحبة وهذا اشي تأسيسي جوهري لخدمتك الكهنوتية موسيقى 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 اشتركوا في القناة